موسيقى يقول لي فعن مين في المختلفة الذين يقومون بأن فيكتور A مينس فيكتور B يكون 0 طبعا بديه جدا لكي يكونوا مينس بعد يقومون 0 يجب أن يكونوا مينس ومينس يعني يكون كده ويكون البيت ايا كان المهم الاتنين يكون مينس يقومون 0 إنما لو واحد opposite للتاني يعني أنا كده كده خلاص الإجابة اللي هي هتبقى إيه؟ إنما لو كانوا قد بعض في المجنيتود opposite ساعتها كان هيبقى الaddition بتاعهم هما اللي 0 يعني A plus B ده اللي كان هيبقى 0 في السؤال اللي بعده related او في شبه منه شوية عندي 2 vectors A و B هو مدهم لي وبيقول لي بقى مين في كوانتص Z equal 0 طبعا ولا A plus B ولا A minus B إذا كانت A plus B equal 0 كان يجب أن يكون equal magnitude opposite direction لو A minus B equal 0 يجب أن يكون equal magnitude same direction هم same direction لكن ليس equal magnitude فأنا فأنا هبص 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 للا A plus B وهبص للا A plus B امتى يبقى 0 ليس A plus B ثم 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 L T و y هي L تربط ما بين X و Y لكي تجعلنا mass dimension هي mass موجود X يبقى X و ممكن أن أخذ منها L T power negative 1 ما هي dimension لو أريد تست عبارة L T power negative 1 M over L T power negative 1 يبقى ما بينهم ما هي mass X Y طبعا هتيجي في حقيقة choose هيقول لك relation فأنت ممكن تمشيها من تحت الفوق يعني تمسك choices تحلها وتشوف هتديك mass ولا لا يعني يقول لك مثلا mass فتشوف كده هل لما تجيب dimensions بتاعت X over Y ممكن يقول لك X power 2 ممكن تلاقي X times Y وهكذا فأنت ممكن تجرب فيهم بعدين تطلع لفوق تشوف الأنثر بتاعك صحة موجودة 4 5 6 سوف تحلها لكم أنتم تحلوها سوف تحل 7 سوف تحل 7 سوف يقول لك W equal F multiply D F force D and W work سوف تحل أن the formula work M A L B T c يعني ماذا times B or c يعني ما هذا الكلام الآن dimension هي المفروض dimension force dimension force mass time negative 2 dimension displacement length dimension force حتى unit newton kilogram meter per second square L L L L 2 L T power negative 2 وهو بيقول لي dimension work المفروض من الناحية دي تبقى mass power A L power B T power C يبقى كده اقدر استنفج من الكلام ده ان A 1 لان power m 1 1 1 1 2 2 B equal 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 C 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 نمبر 8 يقول لي 0.0002 can be written in form a في دول فطبعا هم المكتوبين كلهم standard form فأنا باخد أول رقم يقابلني اللي هو هيبقى 2 يبقى دوت كده هيبقى equal to وأعد اللي على شماله هعد هلاقي 1, 2, 3, 4 يبقى دوت كده time is 10 ومدام أنا ماشي شمال يبقى negative 4 يبقى الإجابة اللي هي الأخيرة 9 Adam cover distance half kilometer من home to school وبعدين عمل نفس distance تاني وهو راجع البيت يبقى total displacement عندي بكام طبعا total displacement هتبقى ب zero لأنه هو رجع لنفس الpoint طبعا أنا الهدف من هنا إن أنا أعمل refreshment على كل نقطة في المنهج مش الفكرة إن أنا أعلي الأفكار لا أنا هنا بعمل refreshment لكل نقطة في المنهج فهنا لو كان عايز بقى distance كانت أجمع الاتنين يعني كانت ستبقى 1 كيلومتر في 10 بيقول لي عندي object بيتحرك على circumference بتاع circle الradius بتاع السيركل دوت اسمه R بيقول لي هتلي displacement لما يتحرك three and half revolution فتكيالوا أنه بدأ من هنا لف لفة رجع لنفس الpoint بعدين لفة لفة تانية رجع لنفس الpoint لفة لفة تالتة يبقى رجع لنفس الpoint وhalf يبقى وصل هنا يبقى كده أنا لو عايز displacement هتبقى equal to R لأنه في الأخير أنا لها بالstart والend من هنا الهناد هتكون 2R إنما distance هتبقى equal three and half في الصيركومفرنس اللي هو two pi r يعني كانت تبقى equal seven في pi r فطبعا لو كان distance كنت هلقى ايديات في اللي تشوز وهي دي كانت هي اللي تبقى صحة 11 بيقول لي هتبقى اثلت يبقى هو في راجر اهو ماشي ناحية ميتر وبعدين رجع ناحية الوست 100 ميتر يبقى كده distance قلنا هنجمع كله لأن distance مالهاش علاقة ب direction ماشي 250 ومية بقى 350 ميتر إنما displacement اللي هي دعوة بالstart والend بس دي الstart دي الend المسافة من هنا إلى هنا اللي هي 250 مينوس 100 يعني 150 ميتر وطبعا كده هتكون ناحية east 12 work done by a machine 178 thousand جول فده كده لو عملناها standard numeral باخد اول رقم بس واعد اللي بعده يبقى كده ديت هتبقى 7.8 time stamp per positive 4 جول ولو انا عايز اعملها بالكيلو او الميجا او الجيجا او كده فديت تكون equivalent 78 كيلو جول و equivalent 0.78 ميجا جول 0.078 ميجا جول هو انا لو عايز اشوفها بالكيلو فانت هتمسك دوت تعمله divided thousand او divided اللي هو 10 power 3 عشان احط الفكتور يبقى انا بعمل divided احط ال prefix يبقى انا بعمل divided الفكتور بتاعه اشيل ال prefix يبقى انا عمل multiply الفكتور بتاعه فانا عايز احط كيلو يبقى اعمل divided 10 power 3 عايز احط ميجا يبقى اعمل divided 10 power 6 فلما اعمل divided 10 power 6 هتبقى 10 power 3 هتبقى كل الفكرة ان انت على حسب انت ممكن تلاقي دي صح دي صح دي صح 13 بيقول لي current in tennessee passing through awira zero point zero zero three five six ampere فبرضو نفس الطريقة لو انا عايزه standard numeral فانا باخد اول رقم يعبني على الشمال يعني الاصفار دي ماش ارقام اول رقم يعبني اهو يبقى دوت كده يبقى three point fifty six times ten اللي على شمالهم ثلاثة يبقى negative three ampere وبرضو ممكن اعيقى three point fifty six times ميلي امبير على طول برضو دية صح ودية صح هحل الفورتين في بورد الوحدة عشان خطر من زناقش الدنيا هنا number fourteen عندي quantity x six plus or minus zero point two meter quantity y nine plus or minus zero point one meter quantity z three point five plus or minus zero point three meter طبعا الجيفنز اللي هوه من الدهاني ديت خلاص كده انا عرفت ان ديت هي الاكس نود ديت ديت دلتا اكس نفس الكلام y نود دلتا y z نود دلتا z واقدر كمان من غير ما يقول اجيب الريلاتف ارور بتاعة كل واحدة يمكن احتاجها الريلاتف ارور بتاعة الاكس هي عبارة عن دلتا اكس اوبر اكس نود يعني zero point two over six يعني one over thirty وهنسبها كده عشان خطرنا لسه استردمها في حاجات تانية delta r y برضو نفس الكلام هتبقى delta y over y نود يعني zero point one over nine يعني هتبقى one over ninety وهسبها كده delta z over z نود هتدينا الر بتاعة z يعني zero point three over three point five يعني three over thirty five اول حاجة هو عايز quantity x plus y plus z فانا طبعا لازم اجيب لها حاجتين اول حاجة the real value بتاعتها او the actual value بتاعتها اللي هي هتبقى عبارة عن the actual value بتاعت the x plus the actual value بتاعت the y plus the actual value بتاعت the z يعني هتبقى equal six plus nine plus three point five يعني eighteen point five متر ثاني حاجة هاجبها هي error والerror مدام دول حاجات plus or minus يبقى انا هاجبها بتجميع the absolute error مش ال relative هنا مدام ده plus or minus يبقى جمع the absolute يبقى error بتاعت ثلاثة دول بلاس بعض هيبقى equal sum بتاعتهم اللي هو delta x plus delta y plus delta z يعني zero point two plus zero point one plus zero point three يعني zero point six meter يبقى كده في الاخر the value اللي هي عايزها اللي هي x plus y plus z هتبقى equal بتكتب the actual value الاول اللي هي eighteen point five بعدين plus or minus the absolute error اللي هو بنفس التكنيك في b عايز x plus two y minus z يبقى انا هنجيب حاجتين اول حاجة هتجيب the actual value بتاعت the quantity date في الحقيقة هي بتعمل نفس ال operation على the actual value بتاعت the x وال y وال z يعني هتبقى x اللي هي 6 plus 2 ال y node اللي هي 9 2 times 9 minus z اللي هي 3.5 لما داك كده هتبقى equal 20.5 متر ثاني حاجة هو error برضو ما دام ال relation دي plus or minus يبقى انت هتعمل addition لل absolute error فهنا هعمل addition absolute error بتاع x plus هنا فيه اتنين y مش y واحدة لان هي y plus y يبقى كده to absolute error بتاع y minus z بيعمل plus برضو delta z لان اتفقنا in addition او subtraction او multiply او divided كلهم errors تعمل لها plus ما فيش حاجة اسمها errors تعمل minus او divided او multiply خالص فهنا طبعا مدام plus او minus بعمل addition للابسود error فهدها تبقى equal 0.2 plus 2 times 0.1 plus 0.3 وهدها تطلع 0.7 متر يبقى كده في الاخر quantity اللي هو عايزها x plus 2y minus z هتبقى عبارة عن ال real value بتاعتها اللي هي 20.5 plus or minus error بتاعها 0.7 متر في c بيقولي انا عايز 2xy يبقى برده هتجيب حاجتين هتجيب الاول ال real value اللي هي 2xy node اللي هي 2x node اللي هي 6 times y node اللي هي 9 يبقى ديها تبقى equal 100 and 8 وممكن نلعب معاك في ال unit ديت كده بالميتر ودي بالميتر يبقى ديت كده تبقى متر سكوار عشان ممكن تلاقي فيه اثنين انسر واحدة 100 and 8 بالميتر واحدة 100 and 8 بالميتر سكوار تبقى عارف مين فيه من اللي صح وتاني حاجة ال error ال relation هنا multiply بقى انا اقدر اجمع ال relative error يبقى ال relative error بتاع ال quantity ديت هيبقى equal دول ثلاث حاجات multiply بعض 2 multiply x multiply y هل 2 ليها error هل الرقم دوت لي error هل ده حاجة انا استهى عشان يبقى ليها error لا يبقى كأنها zero plus error بتاع ال x plus error بتاع ال y يبقى ال 2 هنا مش هحطها في error انما ال two هنا اللي هي في ال two y تحطت لان انا هنا بعمل addition and subtraction انا كأنه بعمل x plus y plus y يبقى فيه 2 y انما هنا انا بعمل ملتبلاي يبقى 2 multiply x multiply y ال two ليها error ده رقم ملوش error وال error بتاع ال x وال error بتاع ال y بس هنا شغير ال relative يبقى انا هعمل 1 over 30 plus 1 over 90 فيبقى 2 over 45 بس انا لما باجي اكتب الفورمولة زي ما اكتب الانسر هنا كده ده بيبقى ال absolute error مش ال relative error يبقى انا لازم من ال relative error اجيب ال absolute error الاول اللي هو delta بتاعته 2 x y هيبقى equal ال relative error بتاعته multiply ال actual value بتاعته هيبقى 2 over 45 multiply ال actual value اللي هي one hundred and eight فده هتطلع four point eight وده كده هيبقى ليها يونت نفس اليونت بتاعت ال value عندما ال relative error ملوش يونت يبقى في الاخر كده ال quantity اللي هي two x y هتبقى equal ال actual value اللي هي one hundred and eight plus or minus absolute error اللي هي four point eight وكل دوت هيبقى meter square y over z نفس الطريقة بالضبط اللي احنا عمناها في دوت بس برده نفتكر ان ال relative error تتعمل لها addition فانا هخش على e اللي هي x z square فبرده نفس الكلام هنجيب ال real value فانت بتعمل x node multiply z node square عادي خالص تطلع seventy three point five واليونت هتبقى meter cube لان ميتر في meter square لان كل هم لما اجي بقى اشوف ال relative error بتاعها لان ال relation طبعا multiplier بقى انشغالها على relative هيبقى equal relative error بتاع ال x plus relative error بتاع z مرتين ليه مرتين لان هي كأنها x multiply x sorry multiply z multiply z multiply z يعني عندي مرتين يبقى لو لقيت power two وانت بتجيب relative error يبقى دوت كده هتخلي اللي انا خايف منها يعني انا عارف ان هي مش تيجي بس خايف لو جي قال لك square root فال square root ده power half يعني لو جيت قال لك مثلا عايز ال error بتاع x في square root زد فيبقى ال relative error بتاع الكلام ده تبقى ال relative error بتاع ال x plus half relative error بتاع الزد عشان الزد power half بس يعني ان شاء الله مش تيجي دي اللي هي 1 over 30 plus 2 times ودي اللي هي 3 over 35 هتبقى equal 43 over 210 بلسه فاضلي ان انا اجيب ال absolute error بتاعها يبقى delta بتاعت القوانتي دي اللي هي اسمها xz square هتبقى equal relative error بتاعتها في ال actual value بتاعتها يبقى 43 over 210 multiply ال actual value اللي هي 73.5 بلسه فتبقى 15.05 ودي برضو اليون بتاعتها meter cube يبقى في الاخر انت عشان تكتب القوانتي دي اللي هي xz power 2 بتكتب ازاي ال actual value بتاعتها اللي هي 73.5 plus or minus 15.05 دي كده كلها هتبقى متر cube يعني لو فهمنا دي بقى احنا فهمنا ال error تقريبا كلها نخش على number 15 عندي student lift the house 8 am يبقى هو طلع من ال house 8 am وصل 8.45 am ودي كده تعتبر distance 1.5 كيلومتر فضل في ال school قاعد مستني لحد الساعة 9 am يعني ما تحركش بعد كده ركب ال school bus في field trip او school trip وراح لحد المكان اللي هم رايحينه وصلوا 10 am وال distance دي كانت 15 كيلومتر عايز هو بقى ايه؟ عايز ال average velocity بتاعت ال student دوت فال average velocity منقدر نقول انه total displacement over total time عندي total displacement اللي هي 1.5 وال 15 لانهما في نفس straight line يبقى كده هتبقى 1.5 plus 15 over ال time عندي هو ممكن اشتغل على البداية والنهاية على طول يعني ما عادش ابقى للحاجات اللي حصلت في النص لانهنا هو بدأ من 8 وصل 10 يبقى دول كلهم 2 hours لان اشتغلتها كده يبقى انا كده بالكيلومتر per hour ممكن احول الكيلومتر multiply thousand وحول hour to second multiply 60 by minute multiply 60 by second فيبقى كده ال V هتبقى equal 2.29 meter per second number 16 عندنا 2 forces F2 ب5 newton في ال direction X و F1 ب3 newton عامل انجل هنا 30 مع x طبعا سؤال زي دوت انا لو عايز اجيب ال result فيبقى قولا واحدا الفورس الميلة والفكتور الميل انا ما بحبوش اروح اعمله resolution فلما اعمل الفكتور F1 سوف اعمل له لانه كده هيجي هنا component هتبقى 3 cos 30 adjacent cos والبعيد ياخد sine ويبقى كده الفورس دي خلاص ما بقيتش موجودة انا شغال على التلاتة دول بس فانا هجيب Fx component عندي فيه 5 newton في ال direction وعندي 3 cos 30 في ال direction negative اللي بتطلع ب 2.4 newton وفي البوستف يبقى هي في الاخر عندي Fx ب 2.4 newton بعد كده Fy ما عنديش غرهية 3 sin 30 بس فداد بتطلع 1.5 newton يبقى انا عندي component تانية Fy 1.5 newton في الاخر total force هتبقى square root Fx power 2 plus Fy لانما عندي اثنين بس كده بربنديكرا فتبقى square root 2.4 power 2 plus 1.5 power 2 بتطلع 2.8 newton وطبعا هي بتطلع ده فلو انا عايز اجيب الانجل دي بنجيبها من التان بنقول ان تان ثيتا بتبقى ال y component y يعني 1.5 2.4 هنعمل شفت تان للانسر هنجيب ثيتا بتطلع ب32 دي يبقى لو طالب ال direction يبقى انت عارف ان وطالب المجنيتود يبقى هو 2.8 وبدلا يقول لك مثلا نشوف سبنتين برضو عندي 4 فورس وعايز ال resultant فدول كده الحمدلله ما فهم فورس مايلا يبقى مش بالطالب نعمل رزوليوشن في حاجة انا على طول هجيب fx اللي هي هتبقى 12 و8 negative فده هتبقى فبقول f y over fx هي tan يعني تبقى هنعمل شفت تن هنجيب السيتا معلومة برضو عايز اوضحها بالنسبة للثيتا انت لو ال x وال y اللي اثنين طلعين يبقى معنى كده انت في الجزئية ديت دي فلما تيجي تجيب السيتا بتبقى السيتا موجودة في الحتة دي يعني مع ال postive direction of x axis هنا يعني لو east-west north-south هتقول ان هي الانجل مثلا سيتا اللي هي 51.34 degree north of east انما لو انت لقيت ال x negative وال y positive يبقى انت كده هنا والانجل اللي انت هتجيبها هتطلع في الحتة دي لو لقيت ال 2 negative يبقى انت في الثورة والانجل اللي انت هتجيبها بتطلع هنا ولو وال x positive وال y هي اللي negative يبقى ال resultant بيكون هنا كده والانجل بتكون كده فالانجل دائما بتبقى مع ال x على حسب بقى المكان اللي انت موجود فيه number 18 وديه بين انواع الاسئلة اللي هو بيجيب لك rule انت اول مرة تشوف في حياتك وبييجي بعد كده يقولك انا عايز اليونت بتاعت الحاجة ديت او dimension formula فهو بيقولك لو فيه بيم و فلايت شو اعى لقى كده نزل على surface فبينقى الانرجي للسورفوس ديه الانتنستي بتاعت الايت اللي هو يعتبر يعني الشدة بتاعته متعرف انه هو الانرجي بتاعت الماتر هي تعتبر mass per unit volume فتلاقي ان الانرجي هي mass over volume فيبقى لما ولك energy per unit area يبقى over area per unit time يبقى over time يبقى كده انا لو عايز اجيب اليونت بتاعت الانتنستي فاليونت بتاعت الانتنستي سيبقى equal اليونت بتاعت الانرجي الي هى جول اليونت بتاعت الاريال الي هى meter square اليونت بتاعت التاعت الاطم الي هى ساكند اليه يفكه المهم قوي يهمة بتفكه على مرتين مرة تقول نوتون ضد متر يأتي مرة واحدة كيلو جرام ضد متر سكوار ضد سكوار ضد سكوار ضد سكوار ضد أمر بد tablespoons متر سكوار ضد سكوار unnecessary لأن النيوتن لوحدها هي كيلو جرام ضد متر بهذا كان نوتو في ميتر كمان بها ميترimer فطبعا عندي متر وسكوار وتلك سстати مع بعض لكن ليس مع بعضفسها ب brow لأن اراحية radiusه يبقى انا عندي نيجاتف تو فوق مينوس وان تحت يبدأ تبقى كيلو جرام دوت ساكن باور نيجاتف سري دي كده اليونت بتاعته اتمنى تكون واضحة نخش بقى على يعني نوع تاني كده من الاسئلة المهمة اللي بجينا عندي في نمبر نينتين فيه جرافيكال ريليشن ما بين الفيلوستي بالميتر بر ساكند والطايم بالساكند ريليشن طلع كده ماشي ستريت وبعدين نزل كده يهمني عند البيت ديت اعرف ان هي تن البيت ديت البيت ديت بفورتي والاخيرة خالص فورتي فايف البيت البيت اعرف البيت انا قدر اجيب منه حاجتين اوضح ان هنا هنا باور تنينة هنا زيرو اكسيريشن هنا انا نيجاتف اكسيريشن هو طلب ايه طلب الافراج فيلوستي زي ما قلت انا مقدرش اجيب بغير هم الحاجتين دول يهمة بجيب يعني اتش يهمة بجيب فيلوستي على طول ي mêmes بجيب displacement و يجب acceleration فانا ممكن اجيب displacement وبعدين اجيب المحاسر للاسطي منها اللي هي total displacement over total time Displacement هي الarea under the curve عندي الarea ممكن ان اجسمها 3 حتات من الوعية هؤلاء the two triangles ويصاق القيام يبقى total displacement هتبقى equal الجزئية ديت اللي هي هتبقى half الباصل في height يبقى الباصل هو 15 second اللي هو من هنا الي هنا في height اللي هو 10 ثم ثم أقضى المقارج سيكون 40-15 في ١٥ ثم ثم أقضى المقارج سيكون практически خاصة المقارج سيكون ٥٪ في ١٥ هذه المقارج سيأتي ٣٥٠ متر و المقارجات سيأتي ٢٥٠ متر ٣٥٠ مقارج ستطلع 7.78 متر per second وطلب مني الأكسيريشن في أول 15 سن فالأكسيريشن ستكون الأسلوب اللي هو delta v over delta t فطبعا هنا في التراغنجل ده delta v سهلة 10 minus 0 يعني 10 over 15 minus 0 يعني 15 يعني 2 over 3 متر per second square اللي هي 0.67 في نمبر 20 برضو جرافكا الريلاشن في لوستي مع تايم وركزه في اليونتس اللي بتبقى على الرسمة لنساعات بيغيرها يعني ممكن مثلا يقول لي millisecond ممكن يقول لي kilometer per hour بدل meter per second فأي تحويلة أنا محتاجة أحويلة أخد بالي منها أغني الشي أسمع اللي سكيل قوي يعني دي بس 20 اللي احنا نبقى عارفينه D ب40 وD ب30 D4 وD7 ودية 10 طلب مني الأفريج فيلوستي عند تايم 9 سن ما احنا اتفقنا الأفريج فيلوستي ستبقى total displacement over total time وما ينفعش هنا تشتغل بالرول اللي هو بيقول إن V average equal V final plus V initial over 2 ده يا جماعة ما ينفعش نشتغل به في حاجة زي هنا ليه ما ينفعش يا مستر عشان الخاطر ده الـ الاكسرائش عماله بتتغير مش Uniform acceleration لو كان Uniform acceleration طول المسألة كان ممكن نشتغل بدا إنما هنا ما ينفعش فالdisplacement هتبقى equal ايه؟ هنقسمها عندي triangle دوت rectangle triangle rectangle rectangle قسمها بالطريقة اللي تعجبك بالطريقة اللي تعرف تجيب بها area بس طبعا أنا مفروض شغال حد 9 بس يعني الحتة دي مش معاي لأنه هو الطالب الـ average velocity حد 9 seconds فهده هتبقى equal بالنسبة للـ triangle دوت هيبقى half الباس بـ 4 الـ height اللي هو الحتة دي اللي هو من 20 لـ 40 يعني 20 plus الـ rectangle اللي تحته base في height على طول يبقى 4 times 20 plus الـ rectangle الكبير base في height الباس اللي هو من 4 لـ 9 يعني 5 height اللي هو 30 plus الـ triangle الصغير دوت هاف الباس اللي هو من 4 لـ 3 اللي هو من 4 لـ 7 sorry اللي هيبقى 3 time is the height اللي هو من سيرة الـ 40 اللي هو 10 يبقى كده الـ displacement في 9 seconds هتبقى equal 285 متر يبقى كده الـ average velocity في 9 seconds هتبقى الـ displacement over time يعني 285 over 9 يعني 31.67 meter per second عايز الـ instantaneous velocity and time 2 seconds دي بتيجي تعملي تيجي عندي 2 seconds تطلع فوق لحد ما تشوفها هي واقفة فين وتشوف الـ velocity بتاعتها كام هتلاقيها عندك بـ 30 بالزبط والـ velocity عندي 2 seconds هتبقى equal 30 meter per second من غير أي steps بتطلعها من على الرسمة على طول وعايز الـ acceleration في الـ 5th second الـ 5th second اللي هي من 5-6 يعني من 0-1 دي كده الـ 1st second دي 2nd second 3rd 4th وعاكذا من 4-5 دي كده الـ 5th second فـ actually الـ acceleration هي اللي هي في الجزء دوت فأنا ممكن ولكن اجب الـ slope الـ line دوت اللي هو اللي نازل ده هي دي الـ acceleration هي اللي في الـ 5th second اللي هي من 5-6 يبقى الـ acceleration في الـ 5th second هتبقى equal delta V over delta T اللي هو الـ slope فهو هو الـ slope بتاعتها الـ triangle عشان يبقى أوضح يبقى انا هامل 40-30 over delta T اللي هي 7-4 دي بتطلع 3.33 meter per second square بنفس الطريقة 21 بس طبعا يفرح ان اللي فاته ان 21 ده displacement مع طيب يهمني بس الـ points ديت ديت 60 ديت 20 ديت 50 ديت 70 هنا عندي 85 بالزبط يعني هي ما بين 80 وال90 في النص يبقى ديت 85 هوا مسميلي الـ points يسمي ديت A وديت B وديت C وديت D ويقول لي انا عايز الـ velocity في each interval AB BC وCD طيب ما هو انا الـ velocity في AB هتبقى عبارة عن slope اللي هو change of displacement over time يعني هيبقى 60 minus 0 over 20 يعني ديت هتبقى 3 meter per second velocity في BC ديت هتبقى equal 0 لانه ما فيش change هو انا رسمها ميلة شوائي بس هي طبعا المفروض تبقى straight مش ميلة parallel time الـ velocity في CD هتبقى equal change of displacement over change of time change of displacement انا عشان دي معرفش بكام يعني احنا ممكن نجيبها من على الرسمة بس نفترض نحن ما نعرفش احنا ممكن نشتغل عند الحتتين دول بس لان هي الـ velocity هنا كلها واحدة فأي 2 points على الـ line يكفوا بالغرض طيب انا هعمل zero دي الجديدة minus 60 over time 70 minus 50 فدي بتطلع negative 3 meter per second يعني هي الفرق ما بينها وبين الـ velocity هنا انه دي بالـ negative وهم الاتنين نفس اللي سلوبي يبقى نفس الـ velocity كماغنيتود عايزة total displacement total displacement في الـ graph بتاع displacement time انت بتشوف اخر displacement بكام وهي دي total displacement فانت هتلاقي نازلة 3 مربعات وكل مربع بـ 50 يبقى ديك كده تبقى 45 يبقى total displacement هتبقى 45 متر طب total distance لا هنا بقى نوع فاقفة هو انا هنا عملت ايه انا طلعت او اتحركت بـ 60 لحد ما الـ displacement بقت 60 هنا انا ما اتحركتش فضلت واقف هنا ميشيت negative 60 اللي هما رجعتهم تاني فعشان كده روحوا مع بعض لما جبت الـ displacement وفي الاخر فضلت الـ 45 اللي هي التحت ديت اللي هي برضو بالـ negative ففي الاخر displacement total هتبقى negative 45 مش 45 كمان negative عشان هي في الـ opposite direction اللي بداية الموشن انما لما جعمل الـ distance والله انا مليش دعب الحتة اللي انا رجعتها ما هو انا كده كإني بالظبط لو واحد بيتحرك هو ميشي كده 60 بعدين روح راجع تاني نفس الـ 60 وبعدين ميشي كده 45 ده بالظبط الـ representation بتاع الـ graph هو بيقولي فالـ distance هتبقى 60 بلاس الـ 60 تاني يعني اللي انا هارجعها هاجمعه بلاس الـ 45 يعني ده 165 متر عايز الـ average velocity يبقى هي total displacement over total time total displacement اللي هي negative 45 total time اللي هو 85 اللي هي negative 0.53 meter per second انما الـ average speed هيبقى عبارة عن total distance over total time يبقى 165 over 85 لأن total time هو برضو 85 تبقى 1.94 meter per second في نمبر 22 مديني graphical relation ما بين الـ velocity و الـ time graphical relation هي ده standard يعني في ناس حافظها بس يعني افترض انها جات حاجة مش standard بالمانظر دوت وبيقولي يبقى الـ displacement مع الـ time هيبقى مين في دول تعالوا كده واحدة واحدة المسألة ديت من النوع اللي احنا هنمشيها العكس لان انا عشان اجيب displacement من الـ graph دوت انا بجيب الـ area under the curve وديت هتبقى صعبة ان انا اعمل لها جرافيات تاني لوحدها فالافضل ان انا امسك الـ displacement اللي هو مدهاني في كل واحدة في الانصر واشوف الـ velocity بتاعيت هتبقى شكلها عمل ازاي فانا اجيبها من تحت اوي ده اخر choice اللي هو ما بين displacement و time بالمانظر ده انا عشان اجيب velocity يبقى انا بجيب الـ slope الـ slope هنا negative و constant يبقى الـ velocity هتترسم كده negative و constant ما بتتغيرش مع الوقت لان هنا الـ slope ما بيتغيرش ما فيش curvature طيب اللي قبلها طلعه كده برضو الـ slope فالـ slope هنا constant constant و positive لان هي increase يبقى الـ velocity لما تترسم تترسم كده طبعا ولا واحدة من دول صح لان الـ velocity نازل بتاعتي طيب في بي هي عاملة كده فاحنا لو بصينا عشان نشوف الـ velocity هتترسم ازاي هندور على الـ slope في البداية هنا الـ slope كبير و negative يبقى كده الـ velocity هتطلع كبيرة وبالـ negative يبقى شوف كده value في الـ negative كبيرة وروحها تطع بيبدأ الـ slope يقل يقل لي يقل لي في الـ negative لحد ما يبقى 0 يبقى هو عماله يقل لي يقل لي يقل لي حد ما يبقى 0 وبعد كده الـ slope يقل بـ positive ثاني ويزيد في الـ positive direction يبقى معنى كده ان الـ velocity هتزيد في الـ positive direction اخر واحدة هي هتكون الـ answer اللي هي هتبقى ايه بس هي طلعة كده فالـ slope كبير بالـ positive اهو الـ slope بادئ كبير بالـ positive بيفضل يقل لي يقل لي حد ما هنا عند الماكسما الـ slope يبقى 0 يبقى الـ velocity بقى 0 بعد كده الـ slope بيبدأ يزيد في الـ negative يبقى الـ slope يزيد يبقى الـ velocity بتزيد في الـ negative يبقى الاجابة الاخيرة اللي هي دي number 23 دي برضه الـ graphical relation ما بين velocity و time طلعة كده بعدين نزلة يمني في الـ time الـ point D بالـ 3 و deep 5 و deep 7 الـ velocity is D60 و D-60 يقول لي انا عايز total distance والـ total displacement انا عندي هنا لو عايز مسا اجيب total displacement يبقى area under the curve والـ total distance برضه هي area under the curve طب الفرق ما بينهم ايه انا عندي الـ area ممكن اقول ان فيه triangle ايه اللي هو ده وفيه الـ triangle لما تيجي تجيب distance هيبقى area بتاعت الـ triangle اللي بالاحمر ده هتحطها بالـ positive يبقى half base في الـ height اللي هو 60 واللي بالاخضر ده هتحطها بالـ negative في displacement انما في الـ distance بيبقى كله positive يبقى دية الـ base اللي هو 2 يبقى half في الـ base في الـ height اللي هو برضه اعتبر 60 فهيبقى distance ستبقى equal to 110 meter طب بالنسبة للـ displacement نفس الموضوع بالضبط يعني نفس الـ area under the curve كل الفرق ان الـ area بتاعته الـ triangle اللي تحت ده هتبقى بالـ negative انما في الـ displacement في الـ distance ما فيش حاجة اسمها negative فده هتطلع 90 متر وممكن تطلع بالـ negative اسبها بالـ negative طلب الـ average velocity الـ average velocity مش بتيج من الـ graph عشان في ناس تقول ايه اه دي دي velocity يبقى انا هجيب average velocity منها لا دي non uniform يبقى ما ينفعش اعمل اللي هو في فاينل بلس في نيشن اوبر 2 هشتغل ان الـ average velocity هي عبارة عن total displacement اوبر total time الـ displacement 90 و الـ time 7 دي هتطلع 12.86 meter per second عايز الـ instantaneous velocity عند time equal to والله يبقى عند 2 اطلع واشوف دي بكام فبتطلع 40 meter per second ما تحاولش تجبها بروز من الرسمة على طول الـ velocity عند time 5 seconds عند 5 seconds بالضبط الـ velocity بزيرو دي الـ instantaneous طب الـ velocity عند time 7 seconds فاجأ عند time 7 هلاقي ان الـ velocity ب-60 ولازم تبقى بال- عايز acceleration في each interval هلاقي ان انا عندي 2 acceleration بس هنا acceleration وهنا acceleration يبقى الـ acceleration في اللي هو الـ 3 seconds الاولين هتبقى change of velocity over time of change يعني هتبقى equal 60 over 3 يعني 20 meter per second square والـ acceleration في الـ interval الثانية من 3 7 كلهم acceleration واحدة فنحن ممكن نجبها من الاول الاخر وممكن تعملها من اي 2 points يعجبوك فانا المرات اجبها من الاول الاخر الـ final velocity اللي هي negative 60 minus الـ initial velocity اللي هي 60 over change of time اللي هو 7 minus 3 فده هتطلع negative 30 meter per second square اعتقد الـ cam graph اللي احنا حلناهم لما انا تقريبا اغلب افكار الـ graphs اللي هي numerically اللي بنطلع منها ارقام فيه بقى الـ graphs اللي هم الـ analytic اللي هم زي دول كده هنشتغل عليهم الفيديو اللي جايه في نمبر 24 من دينا graph ما بين displacement و الـ time بالمنظر دوتو بيقول لي مين في دول هيكون الـ velocity طبعا الـ velocity من graph displacement time هي الـ slope هلاحظ ان الـ slope مش constant هو variable بادئ كبير positive وبعدين فضل يقل يقل لحد ما بقى zero وبعدين قعد يزيد تاني في الـ negative فيبقى معنى كده ان احسن representation للـ velocity و الـ time هو انه هي الـ velocity بتبدأ كبيرة زي ما الـ slope بقى كبير وبعد كده بتقل لحد ما تبقى zero لما الـ slope يبقى zero بعد كده بتقلب negative و تزيد في الـ negative يعني الاجابة هتكون ايه طب بالنسبة لـ 25 بدينا برضو graph ما بين الـ velocity و time طالع كده و بيقول لي هو كده الـ body moving with post of acceleration ولا negative acceleration و uniform ولا non uniform طبعا الـ acceleration هي الـ slope فاحنا هنلاحظ هنا كده ان الـ slope positive و constant يبقى كده الـ acceleration تعتبر positive و constant في 26 عندي graph relation ما بين الـ acceleration و time الـ graph طالع straight line بالمنظر ده و بيقول لي مين في التحت دول هيكون هو اللي بيعبر عن الـ acceleration اللي فوق دي و الـ graph المداني في الـ velocity مع time طبعا من acceleration عشان نشوف الـ velocity و الـ acceleration حالتي عمله كده هنا الـ slope constant وهو مين في التحت دولي يعني معنى كده انا لو جيت رسمت acceleration مع time هتكون يبقى مش ديه. طب هنا برضو يبقى انا لو جيت رسمت مع هتبقى هنا بادئ كبير وفضل يقلي 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 يبقى معنى كده ان بادئة كبيرة وعمالة بتقل يبقى برضو مش ديه يبقى الاجابة اكيد اخر واحدة هنا الاسلوب بادئ تقريبا زيرو وعمالة زيت جرادولي في البوستيف يبقى معنى كده ان الاكسلرشن بادئة زيرو عمالة زيت جرادولي في البوستيف يبقى هذه الاجابة. في توينتي سيفن مش بحتاج بقى ان انا نرسمه تاني لان توينتي سيفن هو مدينا اكسلرشن بالمنظر دوت يبقى مين فيهم هيعبر عن الفيلوستي هتكون اللي هي بالمنظر دوت اللي هي نمبر ايه. في توينتي ايت مدينا اكسلرشن بالنجاتف يبقى الفيلوستي بتاعتها اللي هي نازلة تحت اللي هي تعتبر بيه. في توينتي ناين هم مدينا مع تايم بالشكل دوت انا مليش دعوة بتخش في النجاتف ولا لأ لان انا في الاخر لو عايز فانا بدور على السلوب فانا في الاول هنا كده السلوب كبير من النجاتف وبيبدأ يقلي يقلي لحد ما يبقى زيرو وبعد كده يزيد في البوستي يبقى انا لو بدور على فيلوستي مع تايم يبقى انا بدور على حاجة كبيرة بالبوستي اه سوري كبيرة بالنجاتف في الاول عشان خاطر السلوب نجاتف بعدين هنا بالزبط بتبقى زيرو وبعد كده بترجع تزيد في البوستي يبقى دي فيلوستي مع تايم دي احسن بالنسبالي نشوف خلاص كده احما خلصنا شوية الافكار اللي هي بتاعت الجرافز دي بيقول لي بادي فيل فريلي فريلي فريتش الجراند بفيلوستي في يبقى لما يعني طبعا ما دام هو فيل يبقى اكيد الفي انيشيل بزيرو وي الاكسيريشن تبقى ايكول الجرافيتشن الاكسيريشن فهو بيقول لي الكيس الاوانية لو اللي هو المسئل هيقعه فالفيلوستي تبقى ايكول في اللي هي الفي فاينل طبعا فالاول اشتغل بالريليشن اللي بتربط ما بينهم ما عنديش تايم ومش عايزه يبقى اشتغل بالاكوشن التالتا اني في فاينل بار تو ايكولز بي ايشيل بار تو بلس تو ايدي فانا لو جيت عملت عن الفي فاينل بفي في باي نيشيل بزيرو ديت هتبقى توجي دي كدر كنها على جنب عشان هتستفد في بيها قدام بيقول لي بقى لو لو هو 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 وقع من هايت ناين اتش يبقى الفاينل ستبقى equal a يبقى انت هنا هتشتغل ال final velocity ما تعرفهاش ال initial velocity هي هي zero to the acceleration g the displacement اللي هي تعتبر nine اتش فانت ممكن تعمل substitute من هنا في هنا ازاي عندك two g اتش هي اصلا ب v power two يبقى تشيلهم وتحط مكانهم v power two يبقى كده v final power two equal nine v power two لو خدت square root يبقى ال v final الجديدة اللي انت عايزها هتبقى equal three v يبقى الاجابة بتاعتك هي three v مش direct proportional عشان ما تجيش تقول لي مثلا ايه لما دي تبقى h يبقى d8 v لما دي تبقى 9 h تبقى d9 v لا الكلام ده مش موجود عشان مش direct proportional اصلا number 31 بيقول لي body projected vertically upward by velocity u يعني معنى كده ان v initial هتبقى equal u بس الاكسيريشن تبقى equal negative g لان كده انا بحضفه الفوق والاكسيريشن لتحت عكسها فلما التايم يبقى equal x بقت ال velocity to u انا ما عليش هوا انا قريتها غلط هي vertical downward مش upward يبقى كده الاكسيريشن هتبقى positive عادي عشان اللي اتنين في نفس ال direction هنا انا هترجم الجيفنز اللي اقلها الاول قبل ما اشوفها هايزه velocity و time يبقى انا اشتغل بالاكسيريشن الاولانية ان ال v final equals v initial plus et هنا لما ال velocity final تبقى 2 u والانيشيال اصلا اسمها u والاكسيريشن g وال time x هسيمبليفاي هوادي اليو الناحياتي بالنجاتب يبقى معنى كده ان اليو الواحدة هتبقى equal gx يقولي بقى لما time يبقى equal 4x يبقى ال v final هتبقى equal a يبقى هنسبستيوت في الاكوشن تاني هنقول ان ال v final هتبقى equal ال v initial اللي هي هي u plus g ال time اللي هو 4x برضو انا ممكن اشيل gx وحط مكانها u يبقى كده هتبقى equal u plus 4u يعني الاجابة هتبقى 5u 32 شبهها بس الفرق ان هو falls freely يعني فرقة في ايه يعني ال v initial هنا هتبقى بزيرو انما الاكسيريشن هتبقى g عادي بس انا بقى بيتكلم على distance بيقولي ان ال displacement هتبقى equal d لما time يبقى equal t برضو الاول اترجم ال given اللي هو مدهولي قبل ما احاول احيل هاشتغل بال relation ان ال displacement equal v initial t plus half a t power 2 طبعا اللي حصنا الحظ ان v initial بزيرو يبقى ال displacement هتبقى equal zero plus half g t power 2 بس ده given كده زي ما هو بعد كده بيقولي بقى ال displacement هتبقى بكام لما time يبقى اسمه 40 فبرضو لو عملنا substitute في الاكوشن ال displacement الجديدة اللي انا معرفهاش هتبقى equal v initial بزيرو half g t power 2 اللي هي 4 t كلها power 2 لان ال time الجديدة واسمه 40 فانتنساش تعمل عليك كله على بعضه ال power 2 فده كده يبقى equal half g 16 t power 2 انا ممكن برضو اشيل half g و t power 2 واروح حاطة مكانهم ال displacement الاولية يبقى ال displacement هتبقى equal shield half g و t power 2 وفي ناس كتير ممكن تعملها ريش بحس طاير الحاجات ديت برضو صح هتبقى 16d يبقى ال displacement الجديدة 16d هي دي الاجابة 33 بيقولي body started its motion from rest يبقى معنا كده او مقار يبقى ال v initial بزيرو مدام هي from rest with acceleration a يبقى ال acceleration الاولية اسمها a to cover a distance d فلا ان ال final velocity اسمها v سبحان الله الاول اترجم دول اشتغل بالاكوشن الاخيرة ان ال v final power 2 equal v initial power 2 plus 2 ad فال v final هي اسمها v ال v initial بزيرو to the acceleration اسمها a displacement اسمها d يبقى d given بالنسبالي هاركيانه على جنب كده استخدمه بيقولي بقى انا عايز ال velocity بتاعتها دو هو هيتحرك باكسلراشن فور الاكسلراشن الاولانية عشان يعمل لي نفس ال displacement فال v final هتبقى بكام هاشتغل بنفس الاكوشن يبقى v final power 2 equal v initial بزيرو plus two الاكسلراشن بفور الاكسلراشن في نفس ال displacement فاحنا هنشيل two ad اللي هم دول وحط مكانهم v power 2 يبقى كده v final power 2 هتبقى equal for v power 2 يبقى يبقى v final اللي هاخده square root هنا وهنا هتبقى two v ودي بيتلاقيها في الاجابات يعني بتلاقيها في الاجابة الحاجات اللي انا بختارها دي thirty four بيقولي body واقع من height بتاع building اللي هو two d فهوصل لنص المسافة بعد time t فبيقولي يبقى ال other half dot هايقضو في time and day انا ما بادم body fill يبقى معنا كان v initial equal zero والاكسلراشن طبعا هتبقى g مش عايز velocity لان ما فيش حاجة داخل فيها velocity في المسألة يبقى انا هشتغل بمين هشتغل بالاكوشن التانية in the final sorry the displacement equal v initial t اللي هي ب zero plus half g t per 2 يبقى لما time يبقى اسمه t يبقى the displacement اسمها d طب لما time لما the displacement الجديدة تبقى 2d يبقى the time قد ايه يبقى هاول عن the displacement to d that equal half g t2 per 2 هنا بقى انا انصح ان انا امسك the two equations دول اعمل لهم divided يعني عندي equation one مثلا و that equation two هاعمل one over two فيبقى left hand side over left hand side هادينا two بس half g و half g راحوا مع بعض equal t2 power 2 over t power 2 cross multiplication وايخد square root يعني cross multiplication الاولى تبقى t2 power 2 equal to t power 2 بعد ما اخد square root يبقى كده t2 equal square root to t طبعا مش ده الانسور ليه مش ده الانسور لان ده الانسور لان ده the time اللي بادي هياخده عشان خاطر يوصل من الاول خالص للاخر ده square root 2t انا عايز time في second half بس يبقى time في second half هيبقى equal t2 minus t1 اللي هي t2 كلها اللي من هنا اللي هنا minus t1 اللي هي t يعني هتبقى equal square root 2t minus t يعني هتبقى square root 2 minus 1 في t فالو لديت square root 2 minus 1 هاختارها اللي اتبقى 0.14 sorry 414 t يبقى اختار 0.440 number 35 عندي car moves with uniform velocity 20 meter per second بعد كده شايف دوك في المدل بتال ستريت فدس فرامل فالعربية واقفت بعد 5 seconds يبقى انا كان عندي نوعين من الموشن اول نوع اللي هو كان ماشي بي uniform velocity والنوع التاني اللي هو uniform acceleration وطبعا الacceleration negative لانه هو بيقف في ال uniform velocity كان ماشي ب20 meter per second بيقالي ان ال reaction time 0.4 second يبقى معنى كده ده لمدة 0.4 second بعد كده هنا في ال uniform acceleration ال initial velocity هي 20 meter per second مدام هو stopped يبقى final velocity هتبقى ب zero ومدينة time 5 seconds عايزة distance cover to stop the car من اول ما شاف الدوك فانا عندي هنا distance في الاول وهو لسه uniform عبال مدازل فرامل وبعدين distance هنا التانية قبل ما هجيب اي حاجة هنا احنا اتفقنا ان فيه two physical quantities اساسيين في ال uniform acceleration motion دي لازم يكونوا عندي قبل ما احل المسألة ال v initial ودي موجودة والacceleration هنا ال acceleration مش موجودة فلازم اجيبها الاول ال acceleration هتبقى equal v final minus v initial over t يبدأت هتطلع negative 4 meter per second square هنا displacement ممكن اجيبها من ال equation الثالثة ثالثة هتبقى v final power two minus v initial power two over two ال acceleration او ال equation الثانية برضو هتجيبها فهيبقى zero power two minus twenty power two over two times negative four ودي اتفقنا ان هي displacement في الحالة الثانية بس ودي ب fifty meter displacement في الحالة الاولية هتبقى equal velocity time على طول عشان ديت uniform اصلا ديت هتبقى equal twenty times zero point four يعني هتبقى equal eight meter يبقى total distance covered هتبقى equal d one plus d two يعني هتبقى fifty eight meter number thirty six بيقولي body moving with uniform velocity one hundred meter per second for time two seconds يبقى كده ال acceleration equal a طبع الناس كتيرة بتروحي يلاقيه ده ال acceleration velocity على time مين قال ال acceleration velocity عطائب عمري ما قلت كده عمري ما قلت كده ال acceleration change change في ال velocity over time هل في حصل change في ال velocity دي يونيفورم عصم velocity يبقى معنا كده ان ال acceleration equal zero هي فضلت يونيفورم فيلوستي فيلوستي لمدة two seconds يبقى معنا كده ما فيش acceleration thirty seven بيقولي فيه chip sales towards west في five kilometer per hour والنتيجة للتايدز اللي هي بتحاول تشدها ناحية south ب twelve kilometer per hour عايز المجنيتود والديريكشن بتع resultant velocity طبعا ال velocity ستبقى square root that power two plus that power two عشان هما perpendicular فهتبقى 13 kilometer per hour هي فالديريكشن ده كده انا ممكن اجيب الانجل دي زي ما اتفقنا بنعمل اللي هي ال y over the x ثيتا ستبقى equal twelve over five وهناعمل shift تان تطلع 67.38 degree وداية كده لما بنقولها بنقول south of west يعني الساوث بتاع الوست يعني الوستهو بعدين نزازة من على الوست لي 67.38 degree 38 بيقولي اثلتران ان اتراك عمل covering the quarter distance فيه بفلوستي five meter per second يبقى انا لو عندي الدستانس كلها هو عمل ربعها بس ب five meter per second والربع التاني ب eight meter per second والباقي ب ten meter per second فاحنا ممكن نقولي ان دي كلها تبقى d يبقى دي كده quarter d وده quarter d وده half d عايز ال average velocity طبعا ال average velocity total displacement over total time ال displacement من هنا الهنا هي d انما ال time انا لازم اجيبه في كل واحدة هنا ال time هيبقى displacement over velocity يعني quarter d over five يعني هتبقى equal d over twenty هنا ال time هيبقى equal displacement اللي بيعملها over velocity فهتبقى d over thirty two وهنا ال time هيبقى equal displacement over velocity يعني هتبقى d over twenty في الاخر انا عايز ال average velocity اللي هتبقى equal total displacement اللي هي اصلا اسمها d over the total time اللي هو برا عن t1 plus t2 plus t3 يستحسن تجمع ال time برا انت هتعمل ايه؟ هتعمل one over twenty plus one over thirty two plus one over twenty فبتطلع twenty one over one hundred and sixty تروح حاطة d تايني يعني انت هتعمل one over twenty plus one over thirty two plus one over twenty من غير d طبعا لانه مش هتخلش هكالكولياتور هتطلع twenty one over one hundred and sixty تروح حاطة d ثاني ال d هتروح مع d يبقى في الاخر one over الكلام دوت اللي هي seven point sixty two meter per second 39 بيقولي a tiger started running when saw a deer running at uniform velocity two meter per second يبقى انا عندي deer بيتحرك ب two meter per second uniform velocity والتيجر بعيد عنه مسافة 15 متر وهيتحرك ب two meter per second square d acceleration و لو تراحزوا وكان بيقولي start running يبقى فيه initial بزير فبيقولي امتى وفين الطايجر هيمسك الدير فسيح مثلا ان هم ان هو مسكوا عند point اسمها اكس كده الدير لو مشي distance d فبقى الطايجر كده هيمشي distance 15 plus d واللي اتنين نفس time يبقى انا اسم مسألتي مسألتين واحدة تحت الدير اللي هو uniform اصلا ودوت كده اقدر اقول in displacement هتبقى equal velocity في time والجزء اللي هو بتاع الطايجر اللي هو uniform acceleration ممكن اشتغل بالاكوشن التانية لان انا مش عايز velocity اللي هي بتقول displacement هي عبارة عن v initial t plus half a t power 2 v initial مش موجودة displacement اللي بيعملها بتاع الطايجر هي عبارة عن 15 plus d half times 2 عشان acceleration 2 يبقى 1 t power 2 دول كده اللي انا طلعت بيه من الدنيا two equations فيهم two unknowns انا ممكن نسبستيتيوت من واحدة في التانية يعني ممكن اشيل d وحط مكانها two t يبقى كده fifteen plus two t equal t power 2 هوادي دول المحياتي بالنجاتف يبقى t power 2 minus two t minus fifteen equal zero يعمى time ب five seconds يعمى ب negative three طبعا negative three that refused ولو time five seconds هنسبستيوت يبقى ديها تبقى equal ten meter يبقى هي ten meter من الدير او twenty five meter من الطايجر دي الحتة اللي هيمسكه فيها طب نشوف 40 بيقول لي فيه object moving according to the relation ان ال v final equal square root twenty five plus six d انتفعنا ان انا لما بلاقي equation بالشكل دوت بدور على equation شبهها عندي في المنهج فما عنديش equation شبهه في المنهج خلص فيها square root فانه هعمل power two يبقى كده v final power two equal twenty five plus six d وده تشبه ال equation اللي بتقول ان v final square equal v initial square plus two a d يبقى من ال equation دي نعرف ان v initial power two by twenty five يبقى ال v initial لوحدها هتبقى five meter per second وان tool acceleration by six يبقى ال acceleration لوحدها هتبقى three meter per second square ومدام عندي ال v initial يبقى قدر اجيب اي حاجة انا عايزة هو طلب ال initial velocity وطلب ال acceleration من غير ما اعرف وغير ما يطلبهم لازم كده كده جيبهم عايزة displacement after five seconds يبقى انا عشتغل برول ان displacement equals v initial t plus half eighty per two يبقى تبقى equal five times five plus half times three times five per two فده هتطلع ب sixty two point five meter عايزة displacement لما ال object velocity تبقى seven meter per second فده اكشري ممكن اشتغل بالليه الايكوشن دي او اللي هو مدهالي اصلا على طول لما ال v final تبقى five meter per second وده 25 زي ما هي وده 6 ال displacement هادر اجبها سري ال v final seven فبقى ال displacement هتبقى equal forty nine minus twenty five over six يعني هتبقى equal four meter وعدين عايزة time taken for the object to reach twenty nine meter per second velocity فانا اشتغل بالايكوشن الاولنية ان ال v final equals v initial plus eighty ال v final by twenty nine ال v initial by five ال acceleration by three وال time ده اللي انا عايزه اودي دي بال negative over three يعني ال time هيبقى equal twenty nine minus five over three يعني هتبقى equal eight seconds كل الاجابات اللي انا قلتها ديت نقصة نقصة ايه نقصة ان انا لما جبت ال v initial قلت ان هي post five و actually هي ممكن تبقى post five و ممكن تبقى negative five يعني كان ممكن يكون ال object dot projected عكس direction في الاول فيبقى كل الاجابات اللي انا جبتها ديت تحتمل اجابتين معدد displacement دي هنا ال displacement لو انا عوضت مرة عن v initial بال negative هتديني answer بال post هتديني answer هنا لو عوضت عن v initial بال negative هتديني answer بال post هتديني answer فهي تحتمل الايجابتين في كل واحدة فناخد بالنا لان انا ممكن الاقي واحدة ملاقيش التانية ممكن يبقى فيه جبتين صح يعني ممكن يجي يقول لي ان كذا و كذا صح اه يبقى ممكن عادي يبقى فيه جبتين صح مفيش مشكلة number forty three وده مسائل اللي هي ticker tape او بيجيب لي مثلا عربية بتتحرك وبيصور لي صورة ليها مثلا كل interval of time ثابتة فبيقول لي مين مثلا في كل واحد منهم بيعبر عن ticker tape بتاعه يعني كانها وصل بس هي طبعا في اللي متحمى بالجيش وصل هي بيجيب لي مثلا ticker tape واحدة ويقول لي اني graph دول بتاعها او يجيب لي graph واحد ويقول لي اني ticker tape من دول بتاعها فاحنا نمسك واحدة واحدة كده ticker tape الاولاني هتلاقي ان المسافات كلها ادباع يعني معنى كده ان هو بيعمل equal displacement في equal time يبقى كده ال velocity constant يبقى ال velocity بتاعيتها مع time هتبقى constant بالمنظر ده يبقى اول واحدة مع اخر واحدة الثاني عمالين المسافات بتبعد يعني هي بادية مسافات قليلة وبعدين عمالها بتبعد مع الوقت يبقى انا كنت بادئ velocity قليلة وبعدين الفيلوستي عمالها بتزيد يبقى عدية velocity قليلة وبتزيد يبقى بالمنظر ده واحدة ثانية لقيت المسافات بعيدة وبعدين قعدت تقرب بقى من بعض يبقى كده هي كانت بادية velocity كبيرة وبعدين الفيلوستي بتقل اخر واحدة طبعا مسافات بعيدة قعدت تقل بعدين فضلت ماشية متساوية وبعدين ابتدت تبعد تاني يبقى دي كانت بادية velocity كبيرة وقعدت تقل وبعد كده فضلت مكملة uniform من الحتة ديت وبعد كده رجعت تزيد تاني فهي اول واحدة مرسومة غلط يعني هي المفروض تتقلب اول واحدة دي لو هي كانت بادية صغيرة كبرت بعد كده ماشيت uniform شوية بعد كده قلت تاني طب في 44 نفس الفكرة بس الفرق انها بدل ما جاب لي velocity جاب لي displacement فانا هعمل بنفس الطريقة هو انا دلوقتي اول واحدة هنلاقي ان هما المسافات صغيرة وثبتة يبقى كده ال velocity constant وصغيرة فالو ال velocity constant وصغيرة يبقى ال displacement ي plead عاملها ازاي ال displacement بتبقى كده بيبقى ال slope صغير يعني slope constant وصغير عشان ال velocity تكون صغيره طب اللي بعدها مسافات صغيرة وابعدين عمالها بتزيد يبقى ال velocity بتزيد يبقى لما ارسم displacement مع time هرسم ال slope بيزيد يعني ال slope بيبقى بدء صغير وبعدين ال slope بيزيد يبقى curve بالشكل ده لو لقيت مسافات كبيرة بعدين عمالة تصغر فلما اجرسم مع طايم برسم بحيث ان السلوب كان كبير وبعدين قاعد يقل السلوب كان كبير وبعدين بدأ يقل يبقى كده اهو السلوب كبير وفضل يقل يبقى الفلوسطي كبيرة وبعدين ابتدت تقل نلاقي اخر واحدة المسافات قد بعض بس اكبر شوية من اللي كانت موجودة هنا يبدأ برضو هتبقى الفلوسطي كونستنت بس سلوب اكبر شوية من السلوب اللي هو بتاع الاولانية ده الفرق ما بينهم يعني في فورتي فايف هي شبههم بس كل الفرق ان هو بدل ما يجيب لي دوتس بالمانظر ده هو هجيب لي صور عربيات بيقول لي مين في دول ماشي بيونيفرم فيلوسطي في يونيفرم فيلوسطي يعني بيعمل ايكوال ديس بليسمانت في ايكوال انتورفل اوف تايمز فهلاقي ان هي الكي والام كي والام اللي اتنين دول يعتبروا يونيفرم فيلوسطي بس طبعا الام الفلوسطي بتاعتها اعلى من الكي طب مين بيونيفرم اكسريريشن لو شفنا الال هلاقي ان هي بتزيد واحد بعد كده اتنين بعد كده تلاتة بعد كده اربعة يبقى كده هي بتزيد يونيفورمالي انما او هتلاقي بتزيد واحد بعد كده تلاتة بعد كده ستة يبقى هي بتزيد اه بس هل دي يونيفورم اكسريريشن لأ هل الفلوسطي بتزيد ايكوال يعني حاجة ايكوال كل مرة لأ يعني بالنسبة لال فقل بتزيد واحد كل ثانية يعني one meter per second كل second عمالها بتزيدها يونيفورملي انما الاو اكسريريشن بس مش يونيفورم الان والبي دي ستليليشن لان انا شايف ان المسافات عمالها تصغر مع الوقت طب مين فيهم يونيفورم دي ستليليشن ومين فيهم نون يونيفورم هنلاحظ ان ان المنسبة لان هي عمالها بتقل ايكوال ستبس كل تانير في تايم يعني كان الفرق اربع مربعات بعدين بقى تلاتة بعدين بقى اثنين بعدين بقى واحد لنما البي خمسة أو ستة و بعدين أربعة و بعدين اثنين يعني هي مش حاجة ايكوال خمسة و بعدين أربعة و بعدين اثنين يبقى هوا ديسيلريشن بس مش يونيفورم فدي من الحاجات المهمة بالنسبة لنا هو بعرف اعمل اناليسيس للنوع او اربط الشكل بالجراف يعني ممكن حاجة زادية ويجيب لي جراف برضو واختار منها واتمنى تكون المحاضرة مفيدة ولمت لنا الافكار الموجودة في المنهج اي حاجة اتعمل لها سكيب في المحاضرة فديت ممكن نشوفها مع بعض ان شاء الله في اللايف بتاع بكرة